السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بتكلم مع هدى الاشخاص ويقولت له على زكاة الصناعية عجب الفكرة لكن هو عنده تخوف معين ان هو الشغل بتاعه سر شوية فباش عايز يرفعه على شات جي بي تي. ملفات خاصة بالشغل والمشاريع وحاجات زي كده. فايه الحل? الحل اللي انا عندي زي شات جي بي تي او زكاة الصناعية على الكمبيوتر بتاعي. تمام? وهقول لك على ابسط الطرق اللي هي مش مهتاج ان انت تكتب كود معين يعني. كل حاجة على في موقع اسمه تقدر ان تدخل وتختار النموذج اللغوي وتبدأ ان انت تسطبه. لكن انا عايز اللي هو غير مبرمجين. حد غير مبرمج وعايز تسطب الزكاة الصناعية عنده على الجهاز. وقابل الحاجة بلاقيها حاجة اسمها بنوكيو. بنوكيو مجرد ان انت بتسطبه عندك يبدأ يجيب لك كل انواع زكاة الصناعي المجاني وغير المجاني. المجاني بتسطب على طول الغير المجاني بتطرر ان انت تربطه بالموقع نفسه. يعني بتاخد رقم معين بحيث ان انت هتدفع فلوس مع كل الاستخدام. انا مسطب مسلا كونفي يو اي عندي من خلال البلوكيو. كل عليك ان انت بتعمل سيرش. بتلاقي كل دول موجودين وبسطب ان انت عايزة. سطب اي حاجة انت عايزة. طيب. عايزين نشوف موقع تاني برضو. عندنا موقع اسمه. وهسوب لكم الرابط لشرح البلوكيو ده بالتفصيل. ازاي سططناها وازاي اشغلنا عليه. طيب هنا بيقول لي ان انت ممكن تسطب اللي ام ستوديو. على ماكينتوش وعلى الويندوز وعلى لينيكس. ماشي? طيب انا هسطابه على الويندوز الوقتي. لما هسطابه هتلاقي عندك امكانية ان انت هتسطب مستر اولا عندك امكانية ان انت هتسطب اللي هو ما بتاع الفيسبوك. وهكذا. هتلاقيها كترة جدا مفتوحة. اه لا حد لها. وكل شوية بتعمل لها اوب ديتت من نفسها. يعني هي متصلة بالهاجينج فيس. فاي ازا كده استنوع بيزر جديد. وزات لو مجاني بيبدأ يظهر معاك في القايمة. كل عليك بس وان كليك يبدأ ان هو يشغل على فوق. اهو بيبدأ التسطيب اهوت. زهر معايا البرنامج دوت. فتقدر تختار الموديل اللي انت عايزه. تمام? تقدر تعمل دون لود لايه حين انت عايزها. ممكن تعمل سيرش مسلا على الحاجة معينة. يبدأ هو يجيب لك الحاجة اللي انت بدور عليها. تختار الحاجة اللي انت عايز تسطبها. تمام? زي ما نشاهل حاجة كترة جدا مش واحدة ولا اتنين الاف الحاجات. فانت ممكن تكتب شات جي بي تي مسلا. تمام? وتعمل الانتر. او خلينا نكتب مسلا لاما او اه انا كتبها غلص. فيبدأ يجيب لي كزا نوع اقدر ان انا اسطبه وقدر ان انا اعمله دون لود ويبقى عامده على الجهاز بتاعي. وبيكتب له كل واحدة فيه مساحات الدقيقة. ممكن تقول له انا عايز استخدم يوزر عادي او باور يوزر. انا مستخدم الكوة شوية او مبرمج. تمام? لو انت مبرمج انا عالنفسي بستخدم اليوزر او الباور يوزر. مبرمج انا على قد يعني خفيف. ماشي? فهنا ممكن تختار مسلا لاما مسلا. اي حاجة انت عايزها تقدر تعمل عليها سيرش ويجيبهاي لك وتستطبع كاس. انا هشوف ايه افضل حاجة وابدا ان انا اسطبها. تمام? طيب. هنا لو انت عندك كزا موديل يبدأ اجيب لك كل الموديلات اللي انت اسططها. الحاجة بالتقريبة ممكن تاخد خمسة جيجة حاجة زي كده. طيب ممكن حتى من غير ما حاجة خالص تقول له انا عايز اكل اعمل شات يبدأ تعمل شات. هو بيقول لسطب اللاما هتاخد منك خمسة جيجة. تمام? لكن الميزة ان هو يبقى على جهاز بتاعك يعني لو انت عندك مشروع وعايز تسأله. لكن انت خاف لما ترفع الملف البي دي اف يشاركه مع الناس كلها. زي ما بيحصل مع الموقع اللي هي اونلاين. لانه هو بيستفاد منك ان هو بيدرب الموديل بتاعه. فاي معلومة تدهله بيتدرب عليه. فممكن يكون انت مسلا عندك مشاريع معينة سرية وبش عايز تطلع. فاتسطب الزكرة صنعة عندك على الجهاز ده اضمن بكتير. ماشي? طيب اها اقول له مسلا سطب لي اللاما ويبدأ ان هو يسطب. طيب. عايزين بقى موقع تالت. ماشي? في برضو ناس الفكرة اسم جهان دوت اي اي. تقدر انت سطبه لويندوز او ما كنتوش. او لينكس. تمام? فهقول له سطبولي لويندوز. نفس الفكرة بيديك امكانية ان انت تختار من وسط الاف الزكاة الاصناعي اللي موجود. ماشي? انا كنت منزلوا قبل كده فهقول له. اي مساحة صغيرة خالص. ضد مية او خمسين ميلا. تمام? فتقدر ان انت تخش على الهاتين كافيس وشوف ايه الموديلز اللي موجودة. وتقدر ان انت تشتغل بيه على طول. فيبدأ يزهر معي بالشكل دوت. تقدر تزال له اسويل. احنا لسه مستطناش اي لوكل موديل. دي ده لستطب السهولة زي ما نشوف مع بعض. آآ عرف مصر مسلا. تمام? فبيقول لي لازم ان انت تسطب حاجة. طيب. كل فكرة كلها ان احنا هنيجي هنا. تمام? ونبدأ نختار بقى الزكاية الاصناعة اللي احنا عايزين نستطبه. ساعتها انت ممكن ما يبقاش محتاج الانترنت وتشغل عادي خالص. وانت كده كده كل حاجة على الجهاز بتاعك. تمام? فممكن نستطن مسلا آآ لامة مسلا. اهو. آآ ونخلي بالنا لما تلاقي في مشاكل يقول لك ان ما فيش آآ نوت اناف رام اللي هنا مش كافية. هنا بيقول لي هيبقى بطيع الجهاز بتاعك. في حاجات معمولة تمام? كل اللي عليك ان انت تضغب بس ده ونلوت. طيب خلينا مسلا نختار حاجة مسحتها آآ صغيرة. طيب خلينا نستطب دوت مسلا. لامة. لامة. طيب هقول له ستطب لي دوت. تمام? هان شاء الله يخلص يجيجي. وبعد كده بيعندك شهاد جي بي تي موجود على الجهاز بتاعك. بتقدر سأله اسئلة خاصة بيك. تقدر تراجع مسلا ان اختراع بتاعك او كتاب بتاعك او حاجة لسه مش عايز تشاركة مع الناس. يعني تخيل انت مسلا بتكتب كتاب معين ولسه مخلصي وتلاقي الناس كلها بتقراها على الزكال الصناعي قبل ما تبعته للمضبع. فكمة الخيل العلم يعني. طيب بعد ما نزل تقدر تقول له يوز اننا انا انت عايز تستخدمه. ونسأله بقى اي سؤال. وات أر يونو أباو تيجبت وهو هيبدأ بقى يجاوب بقى عندي شاد شاد الزكاة السنوية الخاص بيه طيب هو بيبدأ يجاوب فانا ممكن ايه؟ مقارب هلا يفهم العرب ولا لا تمام؟ طيب هقول له جاوب على السؤال دوت ونشوف هاي جاوب بالانجليزي ولا بالعربية يعني ساعة بيكون لسه اللغة العربية ما نزلتش أو كده طيب هو لسه بيحاولي جاوب ماشي فهنا بدي له سؤال تاني ولو جيت هنا في الموديل هتلاقي بيقول لي اسم الموديل ايه؟ وبيتكترح علي ان انا اصطب بحاجات تانية مثلا مارتن او كذا او كذا فتقدر تختار اللي انت عايزه كده انت معاك السجل الصناعي الخاص بيك يبا احنا كده عندنا ثلاث حاجات تقدر ستطب بيوم اي اذا كنت اصناع على الجهاز عندك سي المستوديو بنوكيو جان دوت اي اي تقدر تسأل اسو ايل اللي جاوبك عليه ان شاء الله فا بيتوفيه